السلام عليكم. المكان ساحة سان بيار الزمان 13 مايو سنة 1981 يوم نحتفال بالسيدة فاطمة نوت خدام فاطمة البابا جون بول الثاني كيتوف على الجمع الغافيرة وهو كي قرب بشي بوص واحد البنت صغيرة فجأة البابا ستضرب بجوش قرطاسات ضربهم فيه علي اغا شاب تركي متطرف شكون هو جون بول 2 و شكون هو علي اغا و شنو الدوافع دياله هاتي اللي غادي نحكي لكم في هذه الحلقة من اغتيالات كارول فوتيلا هو اول رجل الدين من اصل بولندي اللي غا يوصل لمرتبات البابا فوتيلا اللي غايتعرف باسم يوحنا بولوس الثاني كانت تعتبر من اقوى شخصيات القرن العشرين لعدة اسباب من اهمهات الدول الكبير اللي لعبوا في سقوط النظام الشيوعي في بولندا وفي عدد من الدول اوروبا الشرقية وكذلك الانتقاد الشديد ديالو للرأسمالية المتوحشة ومعارضة الاجهاد والموت الرحيم وبالزبط الافكار الليبرالية اللي كانت ضد تعاليم الكنيسة الكاتوليكية سنة 1978 غايتولى يوحنا بولوس الثاني منصب بابا الكنيسة الكاتوليكية خالفا ليوحنا بولوس الاول وكذلك تعتبر هذا انجاز تاريخي حتولى اول رجل دين من اصول غير ايطالية غيش خلها المنصب منذ حوالي 456 سنة ولكن مور اقل من ثلاث سنوات عفو لتولي هذا المنصب غايتعرض لمحاولات الاغتية كما قلت في بداية الفيديو فا اثناء مرور البابا امام الحاضرين بميدان القديس بطرس الواقع امام كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان غايتسمع صوت اطلاق الرصاص جوج قرطاسات غايتجو في البابا واحدا قاستو في البطن ديالو والاخرى في اليد اليسرى وجوج قرطاسات غايتجو في جوج ديال السيدات من الحاضرين بسرعة تمكن الحاضرين انه ملقوا القبض على المجرب وحيدوا ليسلاح مسدس برونين ناف ميليمتخ وقدروا يتبتوه في انتظار قدوم الشرطة وفي نفس الاثناء فالبابا تم نقل ديالو على وجه السرعة الى مستشفى جيميلي في العاصمة روما فين ستجرع لي عملية جراحية على وجه السرعة اللي ستتكلل بالنجاح من بعد خمس ساعات في غرفات العمليات وخى البابا نجم الموت فهذه الحادثة فهي خلت فيه مضاعفات دائمة اللي نفذ العملية هو محمد علي اغا او لا اكجا وهو شاب تركي كانوا عودوا في منظمة دياب الرمادية اللي كانت وما زالت منظمة يمينية متطرفة اسسها الجنرال الب ارسلان تركيش في منتصف السيتينات القرن الماضي وتبنت توجهات عنصرية ضد الارمن والاكراد وطواقف اخرى سبب اختيار اسم دياب الرمادية هو واحد الاسطورة تركية وتشير الى تعرض قبيلة تركية لهجمات ابادة جميع الاطراك بس يتنقى واحد طفل اللي يعاش في الغابة ويرضع منه واحد دائبة عطفات عليه حتى كبر واستطاع من بعد انه يعيد القوة والمجد للقوم دياله تحية دياب الرمادية هي ايماء باليد على الشكل رأس دائب تم حضر الجماعة الرمادية او للدئاب الرمادية في النمسا فبراير الفين ودسعاش اما في المانيا فحزب الاتحاد الديموراطي المسيحي وحزب اليسار اقترحوا حضر التحية في اكتوبر الفين وثمانتاش ونعتوها بالتحية الفاشية محمد علي اقجا يتحكم عليه بالستيجن المؤبد وفترة استيجنه سيزور البابا سنة 1983 وفي مشهد التاريخي البابا يقول انه اهدار مع علي اقجا وان هاد الاخير عنده بزاف على الفعل دياله وسنة 2000 رئيس الدولة الايطالية غيستاجب لطالب الفاتيكان وغيعفو على علي اقجا هاد الاخير غيتم الترحيل دياله لتركيا نيشال السجن اللي غيدوس في عشر سنوات اخرى بسبب عدة جرائم كارتكبها سابقا خاصة من قتل الصحفي عبدي ايباكتشي الى يومين هادا كتبقى دوافع محمد علي اقجا غامضة ومواضحات خاصة انه كل مرة كان يعطينه سخف شكل وكلها متناقضة مخربقة فمرة قال انه كان مجند من طرف الاتحاد السوفياتي وبلغاريا الاشتراكية حيث البابا كما قلت كان يدعم حركة تضامل بولندية اللي كانت ضد الحزب الشيوعي والاتحاد السوفياتي في رواية اخرى فالمافيا الايطالية لكوزا نوسترا حتى هي متورطة في الجريمة وكانت المهمة ديالها هي تسهيل تنفيذ الاغتيال ومساعدة علي اقجا والرافيق ديالو بين قوسين في فيرار والاغرب من هذا ففي السيرة الذاتية ديالو اللي كتب سنة 2013 تحت عنوان وعدوني بالجنة قصة حياتي والحقيقة حول محاولة اغتيال بابا محمد علي كتب ان العملية جرات بامر من الخميني شخصيا شيء اللي استنكرته السلطة الايرانية بطبيعة الحال سنة 2014 محمد علي اقجا غد يزور قبر البابا اللي توفى سنة 2005 عن سنة 84 سنة وهذه اعلن انه اعتنق المسيحية وعنده رغبة انه يرجع قصص مسيحية كانت هذه قصة محاولة اغتيال البابا اشارة بسيطة قبل ما نختم فالبابا قال انا سبب النجاة ديالو هي السيدة فاطمة اللي كان تحت الحماية ديالو وسنة 1982 اي عام مور محاولة اغتيال سيسافر لبرتغال باش يزور مدينة فاطمة في انكين ضريح السيدة فاطمة ويعطيهم بالمناسبة الرصاصة اللي دخلت في البطن ديالو اللي كانت زيين تاج ديمتال سيدات المنع فاطمة او العنود خدام ديال فاطمة انشاء الله قداسة البابا يقبل الارض تحية واجلالا وجلالة الملك الحسن الثاني يرحب بقداسته ويقدم له صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير جليل سيد محمد وصاحب السمو الملكي الامير مولا رشيد شكرا